اشتركوا في القناة تكونوا في خير معكم في سومة والنهاردة معينا فيديو روتين جديد اتمنى ان هو يعجبكم ويسعدكم ويحفزكم وتقوموا وتتنشطوا وتشوفوا ايه وراكوا تعملوا بسرعة وحستوني قوي 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 من اخر فيديو اللي كانت تقريبا من شهر او اكتر من شهر حقوقوا علي الناس كلها اللي بتسأل علي على الصفحة بتاعتي او على القناة بتاعت اليوتيوب دي او دي اه وكمان على الواطس فانا اسفة والله العظيم ان انا بجد مش قادرة اكون معاكم الايام دي بس بجد عايزاكوا تعذروني الحمل المرة دي ننجا ننجا بجد الحمل التالت دي انا اول مرة اعرف ان هو يبقى بطريقة دي اه فعشان كده انا غايبة عنكو بس حبيت ابدأ معاكم اليوم كده من على الخضرة والجو الجميل اوي 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 اللي طبعا المطبخ عندي بيطل عليه اه وناس كتيرا اوي بتحب المنظر ده عشان كده حبيت ان انا اجيبه لكم وتعالوا بقى على طول انا ورتكو اول مصحيت انا دخلت كده على المطبخ ورتكو المطبخ انا سايباه رايق وهادي وكل حاجة اه وقلت نبدأ على طول مع بعض فطار النهاردة بقى لنا كتير جدا جدا ما عملناش فيديوهات روتين اولا ثانيا ما عملناش فيديوهات فطار بقى من بتاعة زمان عارفين انتو دي الفطار التقيل الحلو ده فقلت بقى ايه نعمل مع بعض فطار كده ماتين النهاردة حضرت كده بطاطس تنجان وابتديت ان انا اطحهم كده بالشكل انتو شايفينه ده هناخد الكلام ده كله ونروح على النار علشان خاطر نبتدي بقى نحط الزيت ونقلي الكلام الحلو ده مش قادر اقول لكم انتو حاشتوني قد ايه وحاشني الراغي جدا معاكو حاسة ان انا اصلا متل اغبطة سواء في التصوير او في الكلام معاكو لان بقى لنا فترة ما ظهرناش نعمل فيديوهات مع بعض بس عايزاكو تعذريني بقى الفترة دي تعالوا بقى اقول لكم هنا انا بعمل ايه بحط هنا كم فص توم حوالي اربع او ثلاث فصوص توم مع كم طماطمية كده واضربهم علشان خاطر عفوا هنعمل مع بعض مسقعة هنا كده حطيت زيت على النار ونزلت على طول اول ما الزيت سخن نزلت بالطماطم اللي احنا ضربين معها التوم وهسيبها تتسبك شوية هنا كانت البطاطس خلاص بقيت لونها دهب يشلتها وصفيت الزيت كويس قوي من الشوائب بتاعت البطاطس بعد كده ابتديت ان انا احط البتنجان علشان يتقلي وهنا انا موطيها خالص على الصلصة بحيث ان هي لحد ما تتسبك تكون البتنجان تقلى حطيت هنا عليها فلفل اسمر وملح وهبتدي بقى ان انا قلبها واسيبها على نار شمعة بالزبط لان هي خلاص ما شاء الله تسبكت كمان معايا وهنا كان عندي في العلبة دي بوائي جبنة قريش قلت بقى نفتر بيها النهاردة يعني هصفي خلاص العلبة وهاخد بقى كل الجبنة القريش المتفضلة في الارضية ودي طبعا الجبنة اللي انا بعملها دايما معاكم ودايما بتبقى عندي في البيت ما بقيتش بصراحة اشتري جبنة بيضة او جبنة تلاجة او اي نوع من انواع الجبن دي من برق نهائي كلها انا اللي بعملها في البيت اوفر وانضف وكمان عشان استغل القشطة بتاعتها ونعمل بيها سمن هنا بقى خلاص البتنجان كانت قلة وابتديت بقى ان انا زي ما انتم شايفين كده احطه كده على طول في الصلصة وهقلبه وسريعا سريعا كانت الفطار بتاعنا جهز المستقعة خلصت البطوطة تقلت وكمان الجبنة حطيت عليها رشة كده من الكمون رشة بسيطة يعني وخلاص كده خلاص كده فطرنا تمام والعيش موجود صابح وجميل كده وقطعت كده كم خياراية وهنروح ان احنا نفطر بقى تفضلوا معنا بألفة هنا وشفة هنا بقى بعد ما خلاص فطرت اخدت بعدي ونزلت كده اشتريت شوية حاجات حبيت بقى ان انا ورها لكم جبت كده كان عندي يعتبر الخزين بتاع البيت خلاص خلص فجبت زيت للقلية وزيت كمان للطبخ وكمان جبت مكارونات بصوا كده جبت زباكتتي جبت اللي هي التحمير بصوا انا مش عارفة والله الواحد يقول لكم الاسعار ولا الاسعار ممكن تغلى فما يبقاش لازمة لها لازمة قوي ان انا اقول الاسعار لان بجد الموضوع بقى مرعب قوي ان كل يوم الحاجة بسعر فعشان كده اعذروني بقى ان انا مش هقول لكم على اسعار لان بجد الحاجة كل يوم بتغلى يعني مش كل 6 شهور مش كل سنة لا ده كل يوم هنا كده جبت رز كان الرز عندي اتفنش نهائي مفيش خالص فجبت كده رز الساعة حلو جدا يا جماعة نظيف وبحبه جدا وكمان جبت دي رزه جبت سكر وجبت ملح دي الرز ده عشان استخدمه للكفتة وكمان جبت مكعبات ملأ وجبت كمان فول ماتشوش علشان هنستخدمه بحاجة كتير جدا وكمان جبت زي ما انتم شايفين كده برتقان برتقان ايه اللي انا بقوله هو انا نسيت اسمه ولا ايه جماعة بجد برتقان عادي وجبت كمان طماطم وجبت كمان طفاح بس جبت طفاح كمية قليلة جبت كيلو بس واحد على قد بس استهلاك اليوم النهاردة وكمان جبت قلقاس وطبعا كل ما بنزل السوق وبلاي قلقاس كده يعجبني بروح جاي بكم واحدة كده علشان خاطر اخزن منه طبعا انتم عارفين انا من عشاء القلقاس وعايز اقولكم ان الوحم بتاعي جاي على القلقاس اصلا عايز امسك كده ايه طبق كبير مليان كده شربة خضرة كده واعد باقي بالمعلقة مزمز فيه فجبت منه كمية كده علشان نخزن منه ويبقى معانا جبت كابوتشا جبت بطاطس وكمان جبت لمون وكمان جبت هنا كده جرجير وكمان جبت شبت بقدونس كسبرة بس جبت بقى لوحدها بقى في الشنطة السوداء اللي انتم شايفين ده اللي انتم شايفينها دي سل وكسبرة مع بعض دول لتخزين القلقاس يعني ما لهمش علاقة بالاستهلاك اليومي دي كده كانت مشترياتي النهاردة وبعد ما خلصت المشتريات دي ورصتها في الاماكن بتاعتها كنت حتى قبل ما اخرج اروح اشتري الطلبات دي كنت حتى دورة غسل عبال ما جيت كانت خلاص خلصت وهي يعتبر معظمها يعني لبس الولاد وكمان كنت غسلة الجواكت الجواكت اللي انتم شايفينها على اليمين دي انا كنت غسلها على ايدي بصراحة ما كنتش حبة ان انا حطها في الغستالة علشان الجواكت دي ما شاء الله غالية ومش عايزة بهدلها في الغستالة فغسلتهم على ايدي وخصا ان هما يدوبك بتوع خروجة بسيطة حاجة بسيطة كده يعني يخرجوا مشوار او حاجة فمبقاش فيها بقع اصلا فغسلتهم كده على ايدي علشان احافظ عليهم وحافظ على الخامة بتاعتهم ويفضلوا كده براونقهم كده ونضافتهم وجمالهم ولونهم كمان ما يغيرش ولا اي حاجة ولا يكرمشوا جامد وكده فغسلتهم على ايدي وصفتهم شوية في الحمام وبعد كده علقتهم على الشمعات دي لانهما كانوا لسه تقال لسه محملين مية يعني وابتديت ان انا نشر باقي دورة الغسل اللي كانت في الغستالة عادي خالص وبنشر هنا كده على المنشر بالنسبة لي طبعا الموضوع بيبقى سهل كتير من انا انشر في الشارع لسبب معين ان احنا عندنا هنا التراب فضيع بسبب الكباري والحاجات اللي بيعملوها والكباري والحاجات دي على اول الشارع عندي من الناحيتين من الناحية دي ومن الناحية دي فانا في النص بقى كمية طراب ما اقول له كوش فبقيت افضل ان انا انشر على المنشر واحط المنشر قدام باب الشقة افضل من انها انشر على المنشر برا الخارجي يعني وتلم طراب بقى ويبقى الغسيل ريحته مش كويس خلصت كده وابتديت بقى ان انا ان انا حضر الغداء كنت جايبة كده على فكرة اللحمة زي انا ما ورتها الكوش في المشتريات تقريبا كانت على جنب او حاجة المهم يعني ما كنتش شايفاها جبت كده اللحمة وكنت غاليت ميا وروحت منزلة كده فيها اللحمة وطبعا بما اني بتوحم على القلقاس وبما انه موجود في السوق اليومين دول وبما انه طعمه زي العسل وزي الزبدة كده دايد كده من بعضه وطعمه جميل جدا فقررت ان انا هعمل النهاردة القلقاس معاكو ونطبخه مع بعض سهل وسريح كده طبعا احنا عملنا مع بعض كزا مرة بس بما اني بوريكو تفاصيل يومي كانت ماشية ازاي فقلت اجيبلكو بالمرة برضو عشان الناس الجديدة اللي اول مرة تدخل قناتي طبعا هنا انا بقشره بدون غسل وبدون اي حاجة بعد كده بجيب منذيل او فوطة نظيفة متعقمة وابتدي ان انا انظف كويس جدا الاشرة الخارجية دي بعد تأشير طبعا الاشرة التخينة دي انا قصدي الغلاف الخارجي دوك وبعد كده بابتدي ان انا قطعه وعايز اقول لكم لازم لازم مع القلقاس تستخدمه سكينة حمية جدا 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 لانه من كمية النشا اللي فيه والنشويات اللي فيه بيبقى تقيل وصعب جدا في التقطيع طبعا عايز اقول لكم ان انا عاملها معاكو طريق التخزينه في فيديو على الفيسبوك وهينزل ان شاء الله كمان او نزل الفيديو دوت على القناة التانية بتاعت الطبخ على اليوتيوب اللي هي مطبخ سومة المصرية انا بشير لكم منها فيديوهات الايام دي لو عايزين تروحوا تشوفوا اي وصفات من اللي بنزلها على الفيسبوك هتلاقوها كمان على القناة هناك اشتركوا في القناة هناك برضو فعلوا الجرس علشان كل حاجة هنزلها جديدة توصل لكم واي وصفات هتلاقوها جوه الفيديو هنا هتلاقوها هناك بالتفصيل بس بشكل منمق اكتر وبتقديمة جميلة المهم بدأت ان انا حطيت التوابل في الشربة والطماطم والبصل وكل الحركات الحلوة دي وهنا كده حمرت كده رز عارفين بقى رز اصفر واحدة وواحدة خليت شوية كده لونهم اصفر في شوية سمنة وشوية زيت وبعد كده نزلت عليهم باقي كمية الرز بتاعتي حطيت شوية ملح وكمان مكعب مرأ وهبتدي ازود الرز بتاعي الزوادة بقى الطبيعية خالص اللي هو بتاعت الرز البلدي وطبعا هنا انا هسقيه بمية بصراحة بحب لونه وطعمه جدا جدا لما بيكون مسقي بالمية ومع مكعب المرأ ما بحبهوش ابدا بالشربة اللي هي سواء بقى شربة لحمة شربة فراخ ايا يكن مش عارفة ما بسطة صيغوش قوي ومبسطة عموش زي اللي هو الرز المعمول بالمية العادية خالص ومكعب المرأ وشوية الملح هنا كده اخدت شوية شربة من شربة اللحمة بعد ما طبعا شربة بعد ما اللحمة خلاص استلقت وقمت نزلة عليهم على طول وهم لسه مغليين كده بالقلقس اللي انا بتوحم عليها واقول لكم تالت مرة بتوحم عليها انه عايز اقول لكم ممكن اكون وكلا من يومين وبيبقى وحشني جدا وعايز اكله بعد يومين تاني معرفش ليه بصراحة ودي اول مرة تحصل معايا مع القلقس بالذات يعني المهم ابتديت بقى ان انا نزلته كده اخد غلوتين وبعد كده اول ما ابتدى يدخل في استوى قمت نزلة على طول عليه بالطشة بتاعة السلق والكزبرة والتوم والكلام ده كله وده بقى شكله ودي بقيت اللحمة بعد ما تسلقت والرز وكل حاجة عشوة بسيطة كده تفضلوا معانا بس بعد العشوة دي كان عندي معركة معركة في المطبخ بقى يعني على مدار اليوم في حاجات طبعا تفاصيل كتير انا ما صورتها الكوش ليه لاني بجد بجد مرهقة جدا الحمل ده يعني عمل لي ارهاق فضيع مش قادر امسك الكاميرا وصور التفاصيل التفاصيل بس قررت ان انا خلاص لازم بقى ايه نشد حنة كده ونبطل دلع ونقوم نفوق وقررت ان انا صور معاك التشطيب المطبخ النهائي بعد يوم طويل من استهلاك كل حاجة بقى زي ما انت شايفين بقى الحلل والحاجة بتاعة الطبخ اللي تبق والحاجة بتاعة الفطار الشاي والمشروبات على مدار اليوم الكبات بقى بتاعة الميا بتاعة الولاد كل حاجة ابتدت بقى ان انا اول حاجة اعملها ايه اول ما دخلت المطبخ ألم كل الحاجات اللي مدبعتها ومش في مكانها برصتها في اماكنها دي اول طريقة ان انت تشوفي المطبخ قدامك هادي وبلم كل المواعين اللي هتتغسل في ركن واحد بحيث ان كل حاجة تبقى قدامي يعني ما جيش عبي مثلا غسلت الاطباق وبعد ما حطت الحاجة فيها ألاقي في حاجات ورايا كانت المفروض تتحط بعد ما قفلتها وخلاص قفلت وخلاص وكده فاهميني لأ بلم كل حاجة وابتدي ان انا قدي شاطفة بسيطة لإيه للحاجات بس اللي محتاجة ان هي يعني شوية تفل شاي انزلهم اي شوائب مثلا يعني كاميرو الضاية في الطبق اشيلهم مش عارف ايه زي ما انت شايفين كده بالضبط واكيد واضح قدامكم قمت مشغلة بقى الميا الدافية كده علشان خاطر اي دهون كمان تنزل سريعا معايا طبعا الشاطفة دي بنعملها اساسا في الغسل العادي خالص انا بالنسبة لي واحدة من الناس كتير لما هاجي اخسل المواعين على ايدي برضو هعمل نفس الشاطفة دي علشان اللزبونشة او السلكة في ايدي ما تتوسخش هي دي طبيعتي من زمان جدا من اول ما تعلمت الف به تصبيم مواعين لازم المواعين تتشطف قبل ما ابدأ فيها غسل خلاص كده فكده كده سواء هاخسل على ايدي او هدخل الغسل هعمل الشاطفة دي علشان الناس اللي بتقول لي منك وبتشطفهم كنت غسلتيهم لأ انا في الحالتين بعمل الشاطفة دي تمام وكمان علشان خاطر الشوائب دي بتنزل في الصفاية بتاعت غسلت الاطباق لو انا حطيتها زي ما هي يعني ومع الغسل مع دورة الغسل وهي شغالة الشوائب دي بتبتدي ان هي تطلع تاني على الاطباق والكبات والحاجات دي فممكن حبات الرز الحاجات اللي هي مش تعدي مثلا تفلاة بتاعة الطماطم مش عارف ايه تمسك في كباة تمسك في طبقة لا طب وعلى ايه طب ما انا الحاجات دي كلها الشوائب دي انزلها وبعد كده احط الحاجة بتاعتي زي ما هي هي يا جماعة على فكرة يعني بالدهون بالحاجة بتاعتها بس بديها شاطفة علشان خاطر الشوائب بس ما تبقاش مسكة في المصفة قوي وعلى فكرة هوريكم المصفة من الغسلة اللي فاتت ان رغم كده ما بينزلش كل حاجة لا المصفة برضو بتصفي حاجات كتير جدا هنا كده حطيت في الرف اللي تحت الاطباق وبعد حلل يعني مش حلل كتير وهنا فوق هبتدي ان انا هحط الكبات زي ما نشايفين كده والإزاز والمجات والكلام ده كله طبعا الغسلة بتاعتي كاتكوتة صغيرة ما بتاخدش حاجات كتير ودي غلطة شنيعة اوع وحد يعملها سواء عدد الأسرة عندك قليل او كبير هاتي الغسلة الكبيرة هاتي الغسلة الكبيرة عدد الأسرة عندك صغير مع الوقت هيكبر وهيكتر يعني انت دلوقتي معاك طفل واحد اكيد ربنا ان شاء الله هيكريمك بطفل او طفلة تانية تالتة يعني على حسب كرم ربنا فالأسرة بتكبر المتطلبات بتاعتها واحتياجات الاكل وشرب واستهلاك يومي هيبقى اكتر فما تجيبيش الغسلة استغيرة ابدا لازم لازم بجد تجيبيها الكبيرة هتاخد مساحات اكتر هتاخد يعني هتوفر معاك مساحة اكبر هتاخد كمية كبات وحلل وحاجات اكتر في هنا حاجات كتير انا هاخسلها على ايدي وحاجات الغسلة ما خدتهاش يعني حاجات انا هاخسلها على ايدي لان انا لازم اخسلها على ايدي وحاجات الغسلة ما خدتهاش خلاص كده هنا كده طلعت استفاية ووريتكو بيبقى فيها شوائب عاملة ازاي وغسلتها كده الفرشة علشان خاطر تبقى نظيفة وتستوعب بقى الدورة الجديدة زي ما انتو شايفين كده وهبتدي بقى هنا ان انا ابدأ دورة غسل وهي هعمل لها دورة الغسل بتاعتها والحد ما هي تخلص اكون انا شطبت المطبخ من كل حاجة فيه تانية عايز اقول لكم استبون البلدي اللي انا بعمله بالزيت تحفة يا جماعة تحفة في غسل بجد اهم حاجة عندي الفوت بتاعت المطبخ مفيش بقعة اسمها تقف مستعصية قدامه استبون ده لا بينسف الدهون بينسف البقع بينسف كل حاجة ما شاء الله غسلت كده الفوتة وركنتها على جنب عشان هستخدمها دلوقتي وابتديت بقى ان انا اخسل المكان اللي انا هشتغل فيه هتقول لي ازاي هقول لكم معرفش بس هو انا لازم اعمل كده لان انا الحمل مقرفني جدا ومخليني مش طيقة ريحة اي حاجة حوالي حتى البرفانات يعني تخيلوا ان حتى البرفان مش طيقة ريحته فلازم اقف في المطبخ في الجزئية اللي انا هاخسل بقى فيها الموعين دي لازم تبقى مغسولة ونضيفة فهاش اي ريحة اي طبخ ولا اي مثلا ريحة لحمة ولا اي ولا اي حاجة خالص لازم زي ما انتم شايفين كده اغسلها قبل وبعد طبعا الكلام ده ما كانش موجود الاول يعني كنت الاول بصب عادي وبعد كده اروح مش اطب الرخامات لا دلوقتي بشطب قبل وبعد بسبب ريحة القرفة اللي في مناخيري دي حاجة يعني صعبة المهم اللي عدت شهور الوحم ولسه هي موجودة يعني يعني شهور الوحم الحمد لله عدت وخلصت وخلاص بس لسه القرفة موجودة ومش عارفة مش رادية تروح ليه المهم دي حاجة كويسة وتعتبر نظافة زيادة ما فيش مشكلة وهنا كده ابتديت بقى ان انا اصب اللي استلس طبعا انا قلتلكو ان في حاجات انا لازم اصبينها على ايدي وحاجات الغستلة ما استوعبتهاش الحاجات اللي بحب اصبينها على ايدي اللي استلس بالذات لما بيكون بقى فيه مثلا على الليت شوية مثلا على الاستلس فاخد لون من جنب او عمل لون من الارضية بتاعة الحلة من وراء من الناحية التانية فبقيت احس ان لأ فيه حاجات معينة لازم اخسلها وكمان خصوصا ان غسلها ما شاء الله سريع وسهل طبعا الاستلس افضل من الالمونيا كثير في التصبين ومش متعب ولا مرهق وكمان الحاجات اللي ما دخلتش في الغسطلة زي البلاستيكات الكبيرة اللي انتو شايفينها دي فهنا كده حطيت المصفى بقى الناحية التانية وابتديت بقى ان انا اشطف كل الحاجات اللي اتغسلت دي ومش عايزة اقول لكم الرغاوي دي في الموعين او في الغسل او في اي حاجة بتغسلني من جوه زي يعني بتحززني بفرحة كده وانا بغسل انا بحب بقعد امسك كده اللي سبونشة واعمل رغاوي بايدي مش عارفة في حد ازاي ولا لا حتى على فكرة بتابع فيديوهات اليومين دول بتلفت نظري جدا 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 اللي هما بيعودوا يحطوا صابون كميات صابون كبيرة جدا في الحوض ويعودوا يعملوا في اللي سبونشة رغاوي كتير او يا جماعة مش عارفة وانا حاسة اننا فيها حاجة غلط يحتاج اكشف مثلا اقولولي انا بحب او الفيديوهات دي وكمان بحب ان انا اعملها كده يعني اعمل الرغوة بايدي زي ما انتم شايفين كده بتبقى حاجة ممتعة قوي يعني طيب مع انا مثلا الحلة دي فيها كده لون من تحت اهو زي ما انتم شايفين تقريبا الكوشة بتاعت العين كانت متحركة من مكانها فعملت هببت فحطيت بقى مرديتش تطلع بالسلكة عادي كده فقلت لا ولا تعب ولا مجهود روح ترشت بسيطة جدا على المكان بس بالزبط اللي ايه اللي في اللون ورحت رشاها ورحت ضعكها بالسلكة ووقتي يعني في نفس اللحظة بقت بتبرق وبتلمع من بره ومن جوه وزي الفل دي بقى الغسلة التانية زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلاص خلصت بقى صبنت الموعين والدنيا بقت تمام وعايز اقول لكم ريحة السطبون ده اللي هو فيبة بتبقى ريحته حلوة جدا فدي حاجة كمان بسطاني يعني ان ريحته جميلة ومش بتأزيني زي البرفونات والحاجات دي هنا كده دخلت برضو شطفته ودخلت علبة السترس في مكانها الفرشة دي بجيب بها الاماكن الديقة يعني مثلا فيه قاعل حلة اللي استلست مكان رفيع كده ديق ممكن تدخل فيه مرة على مرة يعمل لون فبروح جاية كده بالفرشة دعك المكان دوت بينضف وبيبقى زي الفل بعد ما خلصت كده تشتيب الموعين كلها قمت جاية بقى على الرخمات علشان قاطر انا اضافها كده والجزئية اللي انتو شايفينها لونها بقى مختلف عن المطبخ دي ديت بتاعة الجزئية دي انا عاملها للتصوير التصوير بتاع الفيسبوك يعني فعشان كده هتحسوا اللونها مختلف شوية هو مفرش كده لونها مختلف شوية عن جماعة انا متل اغبطة انا حاسة انها اول مرة سجل استعملوني بقى الفيديو ده مختلفة عن رون الرخام الاسود العادية علشان خاطر انا حطة على القطعة الكبيرة بس كده اللي في مقدمة المطبخ حاجة كده ايه للتصوير بس اتفتح لون الاضاءة لان الاسود بيعكس معاي اضاءة فما بيبقاش حلو قوي في تصوير فيديوهات الطبخ ايه المهمة انا حبيت اقولكو يعني ليه انا حطة او ايه اللي اختلف في المطبخ في حاجة غريبة كده هنا كده بعد ما خلصت الرخامات طبعا تصبين بالسبونشة والصابون والمية وكل حاجة ولما اعتها بالفوتة كويس جدا ابتديت بقى ان انا دخلت على البتجاز اللي بصراحة يعني النهاردة هلكته استخدام من اول الصبح قلية وحاجات كده وبعد كده الغداء وكان طبخ وكل الاهانة اللي انا هنتهاله النهاردة دي ناس كتير بتقول لي يا سومة ازاي بجد بتجازك كده جديد وهو قريدي جديد هو بقى له سنة استخدام او اكتر من سنة كمان بس سنة استخدام مع نظافة بيبقى بنفس الشكل كأنه لسه جاي مبارح يا جماعة وازن ان انا كان عندي بتجاز قعد معايا حوالي انتو شايفينه ده ما كانش فيه اي اختلاف خالص لان انا ايدي يوميا في زي ما بصب من الموعين وبشطب المطبخ لازم اشطب البتجاز قبل مخرج نظافة تلميع لو في حاجة او حسيت اللونه حتى مطفي شوية لستالس بتاعه بلمعه بملمع زجاج والتصبين العادي اللي انتو شايفينه اهو بيرجعه جديد وزي الفل اهم حاجة تبقى ايديك فيه يوميا مع تصبين الموعين تخلصت تصبين الموعين تقومي مصبنا البتجاز معاها كأنه كباية كأنه طبق كأنه حلة كأنه اي حاجة من اللي انت استخدمتيها هيفضل جديد ونظيف معاك وما تستخدميش سلكة خشنة معاه دايما استخدمي لو في دهون صعبة مش عارفة تخلصي منها السلكة النعمة او اللي زبونشة لو الحاجات بسيطة خلصت برضو البتجاز وبعد ما نشفته وبقت الدنيا تمام جيت صبنت المنطقة هنا ولمعت المصافي اللي انا حط فيها الادوات بتاعت التوزيع دي وابتديت بقى ان انا احطها في المكان ده حطيت طبعا تحتها كده كوستر شكله حلو خوص كده وهنا كده ابتديت بقى ان انا اصبن الجزء التاني زي ما انت شايفين وطبعا زي ما قلتلكم الفوطة ديت بصوا بالصابون بقى اللي هو البلدي طبعا انا كنت مبوشها الصابونة في شوية مية بصوا بقى اللي نزل من الفوطة رجعت زي الفل واللي نزل منها التراب كله وكل حاجة يعني في تصبينا سهلة وسريعة وكل يعني بكل بساطة هنا كده ابتديت بقى ان انا اخسل اقولوا معايا الحنفية اخسل وراء الحوض اخسل بقى الحتة اللي هي الرخامة حوالين الحوض وكمان الحوض نفسه علشان التشتيبة الاخيرا للمطبخ بقى وكده نبقى خلصنا اليوم كله والمطبخ سيبناه رايق زي ما دخلناه زي ما نسيبه طبعا على قد ما نقدر لان انا كنت الفترة اللي فاتت دي بجد كنت اوقات بعض باليومين مصبنش المواعين من الارهاق الجسدي اللي عندي خصوصا ان انا مباخدش الفيتامينات بتاعة الحمل فانا اللي مقصرة في حق نفسي فانا اللي استاهل ليه لانا اللي مباخدش الفيتامينات اللي الدكتورة كانت بهالي فانا يعني انا محبش الادوية هي كده ربنا خليقني كده محبش الادوية خلصنا هنا وفضلش غير الارضية وطبعا انا وريتكو الارضية في بداية اليوم كانت نظيفة ومسحة الارضية دي مبارح فما فضلش بس غير الحاجات لو حاجة وقعت مثلا ونا بطبخ او حاجة قمت جاية هنا كده زي ما انتم شايفين مش افطة الارضية كلها بالمكنسة ما كدش بصراحة عايزة اكنس بالمقاشة علشان ما تخرجليش تراب على برة ولا حاجة لان الصلاة برة كانت متروقة برضو فحبيت ان انا اشطف اشفط اعذروني يا جمع الفيديو ده والله انا اعذراكو فانتو اعذروني بجد علشان خاطر هنحس ان انا اول مرة سجل واول مرة صور لما بقعد فترة كبيرة برجع ببقى مرتبكة جدا مش عارفة ليه المهم بدأت اشفط كل حاجة في الارضية والمشاية وبعد كده خلص هلم السلك وهلم الكنسة وهبتدي ان انا اخرجها بقى برة خلاص وهبتدي ان انا اجيب كمان الشرشوبة العادية خالص اللي هي القصيفة دي وهخسلها بشوات كولوريكس كده وهبل لها فيهم وهبتدي بقى ان انا امسح الحتة الفضية لان زي ما انشايفي الارضية انظيفة هي مش محتاجة لان انا دخلها وهي انظيفة اصلا فهلمع بس الاماكن اللي كانت مكشوفة دي وخلاص كده شطبت المطبخ وشطبت البيت كل الترباط اللي عندي انتظروا فيديوهات جاية حلوة جدا 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 فيها مفاجآت هتعجبكو قوي 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 اللي هيتوقع المفاجآت تحت هقول اسمه الفيديو الجاي توقعوا المفاجآت اللي انا عملها لكم في التعليقات تحت وقولولي عليها وده كده شكل المطبخ بعد ما تشطب اتمنى تحطوا لايك لو عجبكو الفيديو تعملوا متابعة كمان على الفيسبوك تشيروا الفيديو لو عجبكو واخر حاجة اقولها لكم صباح الفل صباح النشاط صباح كل حاجة حلوة على عينكم في الدنيا هتوحشوني قوي لغاية الفيديو الجديد والغاية لما اشوف المفاجآ ايه قصرها معاكم وتعليقاتكم الجميلة وكمان توقعاتكم الحلوة في التعليقات واخر حاجة اقولها لكم هتوحشوني وحشتوني السلام عليكم